موسيقى مشاهدين أهلا بكم في أول عدد من حصتكم نقاش مفتوح للعام 2018 الذي نأمل أن يعم فيه الخير على الجميع إذن عام جديد بملفات سياسية واجتماعية حرصت فيها الدولة على استكمال مسار البناء والتنمية فسنة 2018 ستكون سنة لاستكمال المنظومة التشريعية لتجسيد الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير وكان في إقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للثاني عشر يناير يوما وطنيا لبداية السنة الأمازيغية ضمن إجراءات كرسها دستور 2016 كما ستكون هذه السنة لاستكمال الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وكذلك لمواصلة السياسة الاجتماعية بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن هي محطات الجديدة تفاصيلها ورهاناتها نناقشها مع ضيوب حصتكم نقاش مفتوح ونرحب فيها بالدكتور البروفيسور محمد طيبي وهو باحث في علم الإشماع وكذلك أستاذ جامعي أهلا بك دكتور أهلا نسعد أيضا بأن يكون معنا من جامعة مسيلة الدكتور خضري حمزة أهلا بك سيدي وأستاذ جامعي نسعد أيضا بأن يكون معنا الزميل كمال منصاري وهو مدير جريدة لجون أندبوندو أهلا بك مسال نور ونسعد أيضا بأن يكون معنا الدكتور رشيد لوراري وهو أستاذ جامعي أهلا بكم جامعا مسال خير أهلا وسالك ولعل أول ما نستهل به هذه الحصة هو قرار رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس المزراء الأخير وإقرار الثاني عشر من جنفه عيدا وطنيا لبداية السنة الأمازيغية إذن كيف يقرأها هذه القرار الدكتور طيبي في السياق يعني تعزيز مقاومات الهوية الوطنية شكرا جزيلا نفتتح هذه السنة التي أتمنى أن تكون سنة خير وبركة وطمئنان واستقرار في بلادنا والإجراء الأخير الذي تفضلت بالسؤال حوله هو يدخل في مصار طبيعي لاكتمال علاقة المجتمع بموروثه التراثي وبالتالي هي تقنين لواقع مجتمعي ثقافي موجود عندنا منذ العصور القديمة حتى الآن ولم يلاقي لا في المجتمع ولا في مؤسسة الدولة معارضة وبالتالي هو إعطاء الصبغة القانونية لواقع ثقافي تراثي لم يختلف الجزائرين في يوم من الأيام حوله ولن يختلفوا إلا الذين يبحثون أحيانا في الاستثمار في قنوات أو زوايا تظهر لهم مجدية في مسألة التموقع السياسي وبالتالي المرجعية التراثية وعلاقتها مع البولة ليست في الجزائر المطروحة مثل ما يعتقدون الناس الإسبان كانت موجودة عندهم كل الدولة عندهم أي كأنها أساس لتلحيم إضافي وليس لتلحيم جديد أي أن إقرار يوم وطني للسنة الأمازيغية وإن كان العلماء عندهم قراءات مختلفة وليست قراءة واحدة إنما المهم فيها حسب قراءة الفكرية والأنترولوجية والتاريخية هو أن هذه السنة تربط هذا الفضاء الشمال الإفريقي الذي يوجد فيه العرب والبربر مثل ما قال بن خلدون تربطه بنظرية حضارية تسمى La civilisation and the European التي كانت قيمة على الخصوبة وعلى العطاء وعلى التقاسم ولهدف الاحتفالية كلها هي في موضوع التقاسم والسخاء والعطاء والعودة إلى الأرض وإلى روائح الأرض وإلى الجذور وبالتالي هي رمزيات أكثر ما هي إيديولوجيات فكرة وصلت دكتور لوراري كيف تقرؤون هذا القرار ندرج في إطار تدسيد ما ورد في المراجعة الدستورية في 2016 وهو أيضا يندرج في إطار المصالحة ما أدت من طرف رئيس الجمهورية خاصة وأنه عودنا عودنا بمثل هذه المواقف التي تحسب له وليس عليه لماذا؟ لأن الأمازيغية هي عصر أساسي من عناصر الهوية الوطنية وأيضا هي مقومة من مقومات تاريخية للشعب الجزائري في بعده الثقافي والحضاري ولذلك قرار مثل هذا بغض النظر عن طريقة التي ورد بها لا يمكن إلا أن نثمنه كما قلت وفي اعتقادي الآن بعد صدور هذا القرار واعتماد يوم الثاني عشر من جنفير دعونا نقوله من الناير كيوم وطني عطلة وطنية مدفوعة الأجر وأيضا لا ننسى ما رفق هذا القرار من القرار الثاني وهو الخاص بإنشاء أكاديمية الذي جاء في التصور الأخير أنا أقول الآن بعد أن هذين القرارين يتعين على مؤسسات الدولة الجزائرية الرسمية أن تلعب دورها في هذا المجال وأن تحتكر كقوة شرعية نعم وأن لا تسكت على كل من يحاول المساس برموز الوطني الأساسية والمتعرف عليها والمجسدة دستوريا وأن لا تبقى مثل هذه القضايا الأساسية والجوهرية والتي هي في اعتقادي من كل مجموعة أفراد الشعب الجزائرية وبالتالي لا يحقوا لا لحزب أو لمجموعة معينة أن تحتكر مثل هذه القضايا لذلك قلت يتعين على المؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية أن تحتضن هذا القرار وتكون في الطالعة من خلال عملها اليومي ومبادرتها المختلفة لتدسيد مثل هذا القرار وقايا نعم الفكرة وصلت الدكتور خدري أنا أعتقد أن هذا مكسب يضاف إلى المكاسب التي حققتها مسألة الهوية في الجزائر لأنه قبل هذا نذكره في 2002 كان دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ثم بعد ذلك تم البرمجة التدريجية للغة الأمازيغية في البرامج البيداغوجية المدرسية والجامعية ثم بعد ذلك جاء إنشاء أكديمية اللغة الأمازيغية بموجب التعديل الدستوري الأخير واليوم هذه إضافة أو مكسب جديد يتعلق باعتبار 12 يناير كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لذلك لا نستطيع إلا أن نثمن هذا القرار باعتباره مكسب من مكاسب الهوية في بلادنا زميل منساري أنا بالنسبة لي أعتقد أن أغلقت الباب على جميع الخلافات منذ مؤتمر الزدين في 1949 لما انفجرت الأزمة البربارية أو معرفة بلا كريز بربارات أنا ذاك حتى داخل وسط الحركة الوطنية والقادة السياسية أنا ذاك بدأ التشنج وبدأ السراع أو بدأ الاختلاف على هذه القضية واللي صارت بعد ذلك ورقة سياسية عند الكثير وظفت في الداخل والخارج وأعتقد أن هذا القرار يغلق الباب ويسد الباب على كل من الذين يتلعبون بهذه الورقة وشفنا حتى ردود الأفعال ممن كانوا أشد المطالبين والشد المتشددين في هذه المسألة ويستقبلوا هذا القرار بارتياح ردود الأفعال سواء داخل شبكة الاجتماعية وحتى في ردود الأفعال على مستوى الإعلام شاهدناها وعرفنا بأن هذه المحطة محطة تاريخية صحيح الناس في نفس الوقت لها دور اجتماعي صحيح دور سياسي ولا حتى عندها دور اقتصادي يعني لما تبنى مثل هذا اليوم سيصار هناك حراك يعني هناك إنتاج في هذه اللغة يعني الناس تتعامل مع الحدث كأنه حدث تجاري اقتصادي وسيحورك دولي بالاقتصاد لأن اللغة إذا كان هناك إنتاج باللغة العربية في هذه الطريقة سيكون هناك إنتاج موازي باللغة الأمازية وفي نفس الوقت عندما تصبح هذه اللغة يعني تشارك في كل زائر على المستوى البداغوجي والمدرسي فهنا تصير يعني الأجيال المقبلة ما عندهاش حساسية من هذه اللغة وتصبح التعامل معها يصبح طبيعي لهذا السبب أعتقد أنه قرار تاريخي وهذه آخر حجرة في بناء هذه القضية الآن أعتقد أن من يتزايد عليها فهو مخطئ أو أنه يعني ما بقاش يعني على كل يعني برأي الجميع أن هذا القرار هو جاء ضمن قرارات يعني اتخذها رئيس الجمهورية منذ مجيئه إلى إلى سدة الحكم واعتلاء رئاس الجمهورية وهو تعزيز مقاومات الهوية الوطنية يعني في جميع جوانبها من لغة كلغة كتورات واليوم يعني كذلك كتورات لبداية السنة الأمازيغية على كل هذا الموضوع سوف نعود إليه الأسبوع المقبل ونحن نتحضر أو نحضر للاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة وهو أول يعني عيد بغطاء رسمي بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونبقى دائما في أحداث والملفاث التي سوف تشهدها سنة 2018 وهذه الآن وقفة في بعض الأحداث التي سوف تشهدها هذه السنة مع الزميلة فيروز هرنوف بلكبير نتابع ثم نعود إلى النقاش مع بداية سنة 2018 تترقب واسع على أكثر من صعيد لما ستأتي به هذه السنة من جديد ترقب يتصدره في المشهد السياسي الإفساح عن قانون الجماعات الإقليمية هذا القانون الجامع لقانون البلدية والولاية يتضمن تعديلات واستحداثات مواكبة للظروف الراهنة خاصة وأن الجزائر حريصة على إعطاء دفع قوي للتنمية الاقتصادية المحلية والمرتكز أساسا على التقليل من التبعية البترولية وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة انطلاقا من الجماعات الإقليمية كخلايا فاعلة أساسية في توسيع الاقتصاد الوطني تحديات كبرى تقع مسؤولية رفعها على عاتق المنتخبين المحليين الجدد بالاشتراك مع المواطنين في تفعيل التنمية المحلية واستغلال الموارد الإقليمية سنة 2018 تنتظر خلالها أيضاً الكثير من الولايات على مستوى الهضاب العليا تقسيماً إدارياً جديداً ينتظر أن يفرز أكثر من عشر ولايات منتدبة في إحدى الخطوات الجادة التي اعتمدتها آنفاً نظارة الداخلية والجماعات المحلية بالجنوب الكبير بقرار من فخامة رئيس الجمهورية بغرض تجسيد اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الحياة الإدارية والعملية للمواطنين على المستوى الوطني وكذا توسيع إشراك المواطنين في صنع القرار وتفعيل الموارد التنموية المادية والبشرية في كامل أرجاء التراب الوطني وينتظر خلال هذه السنة إجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي أو الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين والذين سيختارهم بصفة إجبارية كل من أعضاء المجالس المحلية سواء الولائية أو البلدية إذن أول سؤال الذي يمكن أن نطرعه هو هل يمكن اعتبار هذه السنة سنة 2018 سنة لاستكمال المنظومة التشريعية وهدف السياق الإصلاحات التي جاء بها الدستور من قوانين عضوية قوانين عادية وكذلك المجالس التي نص عليها الدستور وما إلى ذلك أذهب إلى القانونيين ومع السيد والدكتور راشيد لوريري شكرا أنا أذكر بلي في هذا البلاطو قبل إجراء انتخابات الشريعية بحوالي أسبوع كنا تكلمنا على ما ينتظروا الهيئة الشريعية الجديدة من نصوص قانونية سواء كانت قوانين عضوية أو قوانين عادية وهذا طبعا في إطار تدسيد وترجمت ما جاء في تعديلات 2016 دستورية لأن هذه التعديلات الدستورية جاءت بأشياء جديدة بمكاسب جديدة خاصة في إطار تدعيم وتعزيز ما يسمى بالحقوق والحريات الأساسية للفرد والمواطن الجزاري وفي هذا الإطار كنا أنا داك حددنا مجموعة من القضايا الأساسية التي أنا شخصيا كنت أعتقد بأنها ستكون من الانشغالات الأولى والاهتمامات الأولى للحيئة الشريعية الجديدة لكن دعني أقول لك بأنه لحد الآن وبالرغم من انقضها حوالي ستة أشهر على هذه الليئة على تجديد هذه الليئة إلا أننا لم نلاحظ أي إنجاز في هذا الإطار ولعل أكبر دليل على ذلك هو أنه لحد الآن النظام الداخلي لغرفة البرلمان وخاصة غرفة المجلس الشعبي الوطني لحد الآن لم يتم إقرار هذا النظام الداخلي لكن هناك عمل يعني هناك عمل في الميدان سمعنا أخيرا بأن المشروع الذي كان قد أعد هو أقول هذا الكلام تحتاجها الرقابة للنائب السابق حتى المشروع الذي كان قد تم إعداده في ظل الهيئة السابقة نقش تماما نقش نهاية وتمت مناقشته ولكن لهذه الهيئة السابقة رأت وهذا من باب الحكمة وحسن فعلت أن لا تصادقها لدي القانون لتطبقه الهيئة المقبلة بل تركته للهيئة الجديدة وحتى مشروع هذا القانون يعني لحد الآن لم يتم إقراره لماذا انطرح قضية النظام الداخلي لأرفاتي البرلمان لأن تدسيد الإصلاحات الأساسية والجوهارية التي وردت في تعديلات دوسولية تتوقف في الكثير منها على النظام الداخلي على النظام الداخلي خاصة فيما يتعلق بدور المعارضة وتقنين هذا الدور سواء بالنسبة لرقبة على دوسورية القوانين أو بالنسبة لمواردة في المادة 114 من الدستور الحالي فيما يتعلق بهذه المعارضة ودورها الرياضي التي عليها أن تلعبه لأنه لم يبقى هناك أي مبرر أمام هذه المعارضة بأن تبقى تنتظر وتتسيد في ربما بعض الأخطاء وفي بعض النقايصة وكذا بالعليها أن تلقي بثقة لها في هذا المجال الدكتور خدري في هذه النقطة دائما الأمور التشريعية أو استكمال المنظومة التشريعية الدكتور لورالي قدم جانبا وأنتم كيف ترون هذه العملية الجانب الآخر هو أنه في الحقيقة خلال سنة 2017 هناك عمل هناك جملة من القوانين التي تم مراجعتها استنادا إلى التعديل الدكتوري الأخير نذكر مثلا أنه تم إصدار القانون المتعلق بتحديد قائمة المناصب العليا والمناصب السياسية التي يشترط فيها الجنسية الجزائرية دون سواها أيضا صدر القانون المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليكون منسجما مع ما جاء في دباجة دستور التي أعلنت على أن الهدف هو بناء اقتصاد منتج وتنافسي أيضا تم تعديل قانون التنظيم القضائي ليقر مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية أصبحت هناك محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية إذن كان هناك عمل تم خلال سنة 2017 في 2018 هناك عمل كبير بالنسبة للمؤسسة التشريعية أو البرلمان خاصة فيما تعلق بإعداد المشروع المبين لكيفية تطبيق الدفع بعدم الدستورية هذه المسألة التي تتعلق بالحقوق والحريات لأن الدستور الجديد في المادة 188 أعطى الحق للمتقاضي أن يدفع في حالة مخالفة القوانين للحقوق والحريات أن يدفع بعدم دستورية القانون أمام القاضي وأحالة المادة 188 تنظيم هذه المسألة إلى قانون عضوي ننتظر أن يكون هذا القانون هو محور من المحاور التي تشتغل عليها السلطة التشريعية أيضا من القوانين المرتقب أن يتم الإعلان عنها هو القانون الذي يبين كيفية الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للقضاء وهذه مسألة مهمة جاء بها الدستور الجديد أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح خارج إطار وزارة العدل وأصبح مؤسسات تتبتع بالاستقلالية المالية والإدارية وينتظر أن يراجع القانون المتعلق بهذه الهيئة ليعطي هذه الاستقلالية أيضا من القوانين المهمة التي سيتم الاشتغال عليها في 2018 هو قانون الجماعات المحلية وقانون الجماعات المحلية أعتقد أن النقاش لابد أن يتمحور حوله في نقطتين النقطة الأولى هي استقلالية المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولاي في مختلف الدستير الجزائرية أن المجلس المنتخب هو قاعدة المركزية يعني هو مجلس مستقل نسبيا ولكن الملاحظ في القوانين السارية المفعول أن الرقابة الوصائية من الإدارة على المجلس رقابة شديدة إلى درجة أنها لا تجعل المنتخب في أريحية من أجل تنفيذ تنفيذ البرنامج المسطر من الدولة أو البرنامج المسطر من الحزب قبل الانتخابات لذلك الاشتغال لا بد أن يكون في هذه النقطة والنقطة الثانية هي يجب أن نبين في القانون الجديد المتعلق بالجامعة المحلية أن نمنح الآليات للمنتخب ليجعل من البلدية محور الاستثمار لأن هذا هو التحدي الآن في مخطط عمل الحكومة الحكومة تراهن على الاستثمار الوطني لسنوات طويلة ونحن نراهن على الاستثمار الأجنبي ولم يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر إذن الرهان الآن على الاستثمار الوطني والاستثمار الوطني لا بد على المشرع في قانون الجماعات الإقليمية البلدية والولاية أن يمنع الآليات التي تحرر المنتخب وتمكنه من الدفع بالبلدية نحو آلية من الآلية القوية لتشجيع الاستثمار إذن أيضا من المحاور التي أعتقد أيضا أنها تكون محل النقاش هي مسألة الهوية التي تكلمنا عنها الآن فصلنا فيها كعيد وطني ولكن يجب أن نصدر قانون أو نص قانوني يفصل في القضايا الخلافية المتعلقة بالأمازيغية خاصة مسألة كتابة الأمازيغية على كل الدستور الجديد أو الدستور نعم الدستور الجديد أكد على الأكاديمية العليا للأمازيغية ولعل هذه السنة ستكون سنة لترسيد هذه الإطارات تعرف أن 2017 وما صاحبها من القوانين التي تذكر بعضها الإخوان هناك قانون المرأة وحماية المرأة قانون الطفل قانون العقوبات وكان كثير من الأمور معناك أن التدفقة التشريعية كانت إلى حد كبير مهم إنما 2017 أعطتنا الهندسة النهائية للمنظومة التشريعية الجزائرية هذه السنة البرلمين لا يحتاجون لتشريع دستوري يحتاجون فقط إلى لما يقتضيه الدستور وهذا الشوطي كبير وهذا ورشة كبيرة جدا جدا ونمتزق مع الأستاذ أنها تقتضي كثير من الحنكة وحتى كثير من الاجتهاد القانوني بالضرورة إنما الأهم حتى نجاوب الإخوان ومن خلال تجربتي البسيطة عندما نفكر في القانون أو حتى في الاجتماع بالنظرية التجريدية سهل أما عندما تشرع لواقع متحرك وأحيانا متناقض وأحيانا متصادم وأحيانا مجتمع أحيانا القانون ولا يطبقون القانون فعندما تشرع وتخرج بالنص مثلا في الجماعات المحلية على فكرة أنا متفق مع الوسة أن الجماعات المحلية يجب أن تكون عندها نوع من القدرات الكبيرة للمبادرة حتى نكون للمبادرة قلت أن تكون عندها مقدرات للمبادرة في اختيار ما يلائم المنطقة ولا يأتي الأمر من العاصمة أنا متفق معك فيها إلى مركزية القرار إلى مركزية القرار إلى حد ما إنما على مستوى العمليات ماذا نلاحظ في كثير من الحالات أعطيت كثير من صلاحيات للسلطات المحلية خاصة في الأزمة التي تعرفها وابتلي الدولة بقدر ما أنها تريد أن تمنح بقدر ما أنها أحيانا تخاف على أن تحور وتعور وتدور معاني القانون وهذا الموجود وابتلي الدولة إنما مستقبلنا متصوري القانون المهم جدا التي سيدفع بالبلد ليس فقط إلى الارتقاء لأن الجزائر الآن عندنا الاكتمال في الصورة التشريعية الدولية أي لا يوجد قانون في الجزائر قد نأخذ عليه أو نحاسب عليه على مستوى مطبقة القوانين الجزائرية للقوانين الدوليين هذا الأمر لا أحد ينازعنا فيها وابتلي حتى المؤسسة مثل مؤسسة حق الإنسان وقد عينت على رأسهم مرة فاضلة سيدة فاضلة لها كثير من الحكمة وكثير من الصفاء الذهني وبتالي صورة الجزائر يصنحها القانون وبتالي السنة المقبلة في تصوري شو هي هي قانون الأحزاب يجب أن نعيد النظر فيه ونقرأه على واقع الحال لنجعل من الأحزاب أولا أحزابا وثانيا مسؤولة أمام القانون من ضمن المراوغات في القانون يعني وثالثها في تصوري أنا فيما أعتقده أن السنة المقبلة ستؤسس من خلال الفعاليات التشريعية التي ستكون كثيرة ومتنوعة والوقت لا عندي لن نذكرها كلها إنما هذه الورشة التي تحدث عنها إن تمت بمنهجية وبتدريج وخاصة بإقناع وبتواصل مع المجتمع لأنني أرى وأقولها بصراحة أرى بعض المتسرعين للقرارات التي يجب أن تمر عن طريق القراءات عن طريق الرأي العام وعن طريق كل مؤسسة الدولة وبتالي هذا كما قال لك وحد المؤرخ في مؤتمر الصمام عن مجاتهم البغلة بالوثائق وهربتهم البغلة بالوثائق حينما قصنا لا يهربنا بالبغلة قصنا واحد لبني البلاد بالتوافق بالالتزام بالصفاء لأن المهم في النهاية كل هذه القوانين وكل هذه التشريح لمن؟ للوطن هي للدولة الوطنية لتكون قوية ومنافسة وذات شرعية ثم بالغران كونسونسوس ناسيونال وهذا أمن قومي في أساسه نعم زميل كمال دائما في السياق هل يمكن أن نقول بأن سنة 2018 سوف تكون تجسيد لأن الأهمية هي في تجسيد هذه روح الدستور التي يلامسها المواطن فيما يخص الجماعات المحلية نتكلم عن المستوى المحلي خاصة البلديات الصلاحيات موجودة أصلا موجودة في قانوة 68 و2012 يعني حتى المستوى المتخابين كانت عندهم صلاحيات ولكن كانت العلاقين أكثر من صلاحيات كانت اصطدم مع تدخلات ودخلات من كل جهات فبالتالي يعني هذه المرة ما هو الجديد هو وجود مفهوم الديمقراطية التشاركية هذا لازم يجسد حتى نحمي المتاخب نحمي المتاخب وحتى التنمية المحلية يكون عندها دور فعال لأننا دخلنا في حالة اقتصادية صعبة تقتضي أن جميع المستوى المحلي جميع البلديات أو حتى جميع الرؤساء المجلس البلدية والولائية أنها تشارك بالتنمية لا تنتظر كما قال الأستاذ والزبالاء الأخير أن تأتي القرارات أو تأتي المبادرات من المركزية وأن المركزية في نفسها هي تعطل تلك السياسات لذا مفهوم الديمقراطية التشاركية الذي جاء به في الدسكور لابد نجسد يعني كل بلدية مهما كان نوحك بلدية ريفية فلاحية شبه مدني شبه حضارية أو حضارية أن تكون المبادرة من عندها ولابد في هذه المرة وفي هذه السنة الجديدة أن تظهر ملامس أو ملامح هذا الخيار الذي نمشينا فيه الحكامة المحلية يمكن أن لا بد تكون الحكامة المحلية بطبيعة الحال ولكن هذه المرة لا نترك البلدية أو مسؤولية البلدية وتنميتها ونشاطها فقط للرئيس البلدية أو المجلس المتاخب لابد أن نجسدها هنا تكون لازم السياسة والنواب عندهم دور في هذا المجال ربما الخيارات هذه التوجهد يجب أن يظهر حتى في القانون لأن إلى حد الآن نرى في المستوى البلديات المداولات لا يحضرها المواطن ولا واحد في أي بلد يمواطن يعرف ماذا جرت داخل مجلس أو اجتماع وهذا من حق المواطن حتى أن المداولات لا تنشر أو حتى أن المواطنين لا يعرفون المواطنين لا يعرفون لابد المواطن في حدته أنه يتدخل لا ينتظر يعني ونحن في الظرف اللي رأنا فيه أن المبادرة تأتي من الرئيس البلدية لابد على مستوى البلدية تظهر هذه المبادرة يكون حتى المواطنين هم من يساهم مفتنمية خلاصة ما تقدر إلا نبقى نسير على نفس النمط أو الاتكالية هذه وأن نجعل أن رئيس البلدية هذه حتمية سوفة سيد خدر هي صحيح نتفق على أن عمرها ولو كانت المشكلة مشكلة صلاحيات ولكن كان مشكلة عميق يجب أن يتم إصلاحها هو أن نمد صلاحيات للمجلس الشعبي البلدي يعني الكثير من الصلاحيات في القانون ونعطي له الصلاحيات لمجلس الشعبي الولائي ولكن نعطلوها بالرقابة إذا كان مجلس الشعبي بلدي منتخب يتداول في مسألة ليست ذات أولوية مسألة بسيطة ثم السيد الوالي أو السيد الرئيس الضائرة بتوقيع بجرة قلم يرفض المسادقة على المداولة ونرجع في البلدية إلى نقطة الصفر هذا غير معقول كان مجلس منتخب يحظى بثقة الشعب يسير لازم نخفف من شدة الرقابة الرقابة شديدة المداولة المجالس لا تكون نافذة إلا بمسادقة الإدارة سلطات الإدارة على أعضاء المنتخبين كثيرة ومتعددة الإيقالة العزل الحلول لا بد أن نفتح نقاش حول هذه المسألة حتى نحرر المنتخب ونسمح له بأداء مهامه على حسن وجه هناك مراجعة على قانون البلدية والولاية أيضا نقطة الأخيرة لو سمحتي وهناك أيضا الكثير من الثغارات التي يجب أن يتم إصلاحها في قانون الجماعة المحلية أحد هذه الثغارات سببت كارثة لم نتكلم عليها في المجالس المنتخب حديثا وهي مسألة الإنسداد تكلمنا عليها في 2012 لأن الإنسداد كان يتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي وعالجها المشرعة ولكن عالجها بطريقة خاطئة ليمكن إنسداد في أكثر من 300 بلدية حسب ما قررنا في الصحافة ولكن إنسداد في انتخاب هياك المجلس لماذا؟ لأن من إفرازات تطبيق المادة 165 أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو يعلن من القائمة التي نالت أكبر عدد من المقاعد وقد يكون الرئيس قد أفرزت هذه الانتخابات أنه في أكثر من 300 بلدية الرؤساء لا عندهم أغلبية فيتم تعطيل الرئيس تعطيل النشاط هناك اليوم أكثر من 300 مجلس شعبي بلدي معطل بسبب المادة 165 إذن حتى النقاش يجب أن يطار حول هذه الثغارات أكيد عندما تطرح هذا القانون قانون البلدية والولاية أمام البرلمان سوف نفتح أيضا نقاش مفتوح إنما الفاعلين في الحقل البلدي حتى لما صحيح أن تصبح فيه نوع من الخلل في التجانس إنما في الواقع كم الرئيس بلدية دخل السجن هذه أولا وثانيا استراتيجية الفاعلين في الحقل المحلي أحيانا تتغطى بالانتخاب لسلوكية لا تخدم المجتمع المحلي فالدولة من حقها ومن واجبها الدفع على حقوق الناس وابتعي حتى لا نعطي للممثلين المحليين الصبغة المثالية أو الصبغة الملائكية هي الدولة لازم يكون قانون قوي إنما الأهم في ذلك أنا معك في قضية هو أن الوالي يمثل الدولة ورئيس البلدية يكون حر في إطار القانون وإن أخطأ فالقاضي هو الذي يدخل للسجن وليس رئيس البلدية هناك تبق معك وعليه فإنما في الواقع نصرطنا في الانتخاب نظر يا جماعة نحن نتعلم الديمقراطية ونحن نتعلم تسير الشأن العام ما زالت فكرة الرأي العام عن أنه الشأن العام ما داخلاش كثقافة وبالتالي المجتمع أيضا فيه جيوب العصب والعصبيات والمصالح التي لا تتحمل أحيانا قانون الدولة وبالتالي هذه الجدلية صعبة والجزائر تطورت فيها عرغم ما يقال أننا قانون بلاديات وقانون ولايات عصري لكن المجتمع مفهوم المواطنة وقيم المصلحة العامة هي التي تحتاج إلى ثقافة جديدة ونقول لك لن نقوى إلا بثقافة المواطنة وثقافة الخير وأن نقضي على كل من يلعب في المصلحة العامة لأنها هي أساس قوة كل المجتمعات الأوروبية نعم أيضا من بين ونحن نتحدث عن التنمية المحلية والحكامة المحلية بدرجة أكبر نتكلم أيضا عن تقريب الإدارة من المواطن وكذلك العصرنا وهناك تصريح لوزير الداخلية مؤخرا حول إنشاء ولايات منتببة وكذلك ترقية الولايات المنتبى إلى ولايات وهذا يدخل دائما ضمن الحركية التي تشهدها يشهدها المجتمع سيد خدري أو الدكتور لوراري لماذا؟ أنا بركة عندي ملاحظة إحنا سؤالين طرح قال ما هي المهام الاستعجالية نقدر بين قوسينك والاستعجالية لأتي تشريعية حالية في طارة تسيد ما ورد من إصلاحات في مراجعة دستورية 2016 فإذا بالنقاش راح إلى على كل منذ ذلك بدنا نقشوف في قانون الجماعات المحلية والنقايص الموجودة هي نقاش مفتوح أنا عندي ملاحظة تيمبرك في هذا المجال هو أولا يجب كما قال أستاذ طيبين نأخذ بأن الاتباع الواقع الموجود لأنه كان 1541 بلدية وقليل في الجزيرة محتاجين أكثر محتاجين أكثر نضع لشساعة الرقعة الجغرافية ولكن هذه البلديات 1541 لما نحب ندير مقارنة موضعية بينتها نلقاها مختلة ميزان مختل سواء من حيث الإمكانيات المادية والتمويلية أو من حيث أيضا الإمكانيات البشري وحتى الطبيعية الموجودة في كذا والكثير من البلديات معروفة نديرا لوضعها تعيش على مساعدات الدولة وهذا واجب تعدل هذه الملاحظة الأولى ملاحظة تانية أيضا أنا معا تحرير حرية المبادرة بالنسبة للمنتخبين على المستوى المحلي ولكن لا يجب أن تغرنا هذه المطالبة بهذه الحرية في الكثير من الحيان ما هناك يعني أولا استراتيجية وطالية تدخل الدولة يكون عن طريق ضبط هذه الحرية وهذه الصلاحيات المقابلة ولذلك ولكن وين دور المنتخب وما لا تنسى لأننا قلنا هناك ديمقراطية تشاركية ليحاسب الأول والناخب على مستوى البلد ديمقراطية التشاركية هي شعار مرفوح خلينا نشوفه جسد في الواقع من خلال النصوص ومن خلال ممارسة أيضا حتى على الأقل نشوف هذه النصوص التي هي في المستوى أم لا عند ذلك يمكن أن نتحدث عن هذه المشاركة أو الديمقراطية التشاركية المحلية لأنه لحد الآن ما زالت عبر عن شعار مطروح لم يترجم لا من ناحية القانونية ولا في الميدان الواقع ولذلك لا يجب نسبة موجود حتى بالنسبة لتحرير حرية المبادرة بالنسبة للاستثمارات معناه هذا أنه على المنتخب أو على المنتخب المحلي أن يعمل على جلب استثمارات سواء المطروح سواء المطروح هل هؤلاء المنتخبين كلهم في مستوى العامل على جلب هذه الاستثمارات واحد اثنين ما معنى كلمة مستوى لأنها مستوى ومستوى الأهلية المستوى من حيث التكوين من حيث التسير من حيث كذا هذا ومستوى المقصد العلم إذن سيد نوراري حتى لا نبقى في الجماعات المحلية لأن نقاشنا مفتوح حول الأهم المحطات التي ستشهدها 2018 ذكرتم كلمة مهمة جدا وهي ما هي المستعجل في سنة 2018 مثلا المستعجل أنا أضع لي كين جانبين في هذا المجال إذا أخذنا الدستورة في 2016 كين بعض المجالات التي كانت منظمة بقوانين وتعديل الدستوري استلزمة ضرورة تنظيمها بقوانين عضوية نظرا لأهميتها وخطورتها كمواضيع محددة في الدستور هذه ما تطلب أنا أعتقد جهد كبير لأن الأرضية موجودة في نصص قانونية كان مواضيع أخرى ولا جوانب أخرى التي تحتاج إلى نصص قانونية أخرى جديدة مثلا سيد نعطيك مثلا في مجال إعلام مثلا إذا أخذنا المادة مادة معنا المادة خمسين تكلم على حرية الصحفة وتكلم بأن في هذا المجال يعني يجب أن لا يتم تقييد ممارسة هذه الحرية أو هذا الحق بما يسمى بالمراقبة المسبقة للهيئات طبعا المعنية بعبارة أخرى نعم يجب الانتقال لأن الدستور كنيسة أو حتى على دارة الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى نظام الإخطار وهذا يدخل أيضا في إطار تكريس كذا أشياء أخرى ضمان حق الوصول للمعلومات من طرف كذا يحتاج أيضا إلى صدور نص تشريعي ينظم ما هي المجالات التي يكفل القانون ويضمن حرية الوصول لها وتلك الأخرى التي ربما لها هناك قانون الإشهار هناك قانون الصحفة إلى غير ذلك في المجال السياسي بالنسبة لقانون الحزاب تكلم عليه الأستاذ طيبي ضرورت مراجعته خاصة بالنسبة لضبط أول قضيتين أساسيتين القضية الأولى هي قضية تمويل الأحزاب لأنه قضية مهمة وأساسية والقضية الثانية هي أيضا فيما يتعلق بالنظام النظام الذي هو لحد الآن نظام الاعتماد المسبق للحزب السياسي نعم باختصار لأنه حتى ندع لأن نكمل الفكرة هو أن التشريع سيمشي بالضرورة لأن هناك دستور وفيه حاجات وضرورة إنما اعتقادي أن الأهم الآن البلد يحتاج إلى رفح قدرة احتواء الأزمات ومقاومة المخاطر والتحكم في الملفات ذات الأولوية في البلد هذا هو المهم لأن عندما تشوف المشهد العالمي الآن الاختراقات لا تبقى بالجيوش تبقى بالأزمات مثل ما حدث الإيران مؤخرا وعليها أنا في تصور بطرحتي للسؤال الآن البلد ماذا يعاني كهياكل مش فقط كسيا الناس كلموا المشاكل عشان سياسة سياسة هي جزء بسيط المشاكل تحية مشاكل تطور تنمية كاملة لتلبية العيش المشترك والرفاهية المشتركة للجيل للهجي الملف الأول الذي نرى الآن في البلد ويجب أن نبادر إليه بجدية وبتوافق وبالشفافية وقلت قبل الكلام هذا هو ملف الاستراتيجية الاقتصادية ثاني وفي داخل الملف هي تحديد دور أنماط رأس المال ما هي مكانة رأس المال الخاص ما هي مكانة رأس المال العام وهذا نقاش كبير ومهم ومشي يفوت هكذا تحت الليحي ضيف الملف الثاني الذي هو ضروري أن نناقشه هذه السنة هو التكفل بالشباب تدريسا وتعليما وتنظيما ومدرسة وجامعة إذا تحكمنا في هذه الملفات بما نستطيع الأستاذ قبل كان يتكلم على التشريع المحلي هناك في الدستور الجديد يعني دص حول المجلس الأعلى للشباب أو المجلس الشباب قلت قبل أن الهياكل الدستورية موجودة لا نحتاجوش الآن كيش ترجم هذه الهياكل إلى التكفل المجتمعي الأستاذ كان يتكلم قبل على الشعر المحلي تذكروا معي مليح وقت اللي كانت الثروة المالية ضخمة البلدية كانت عندها الأموال التي لا تحصى ولا تعد هل سيروا البلدية بشكل جيد هل خلقوا التنمية وبالتالي نحتاج إلى مقاربة أكثر عقلانية وأقل شعبوية وإذا ما ترحل الملفات الإيرانيين ما أعطوش أهمية للاحتكاك الاجتماعي والتدافع الاجتماعي وحلوا على لبيرالية مع الذين حلوا نموذج لبيرالي أكلتهم الحملة وبالتالي تصور أن كل هذه الأمور ضخمة جدا نجد أن نفكر نعم زميل كمال بالنسبة بالنسبة هي شيء مهم جدا يجب أن يتمحص فيه أو يحاول أن يفكر فيه لأن صحيح أن النازل الاقتصادية ولكن الحكومة ما يحلو الحكومة لمواجهة هذه الصدامات وكيف تنتصها مثلا إلى حد الآن الخيارات الاقتصادية التي اخذناها إلى حد الآن ما هي سياسة تقشف حزمة من القرارات تقشف فيها المعنى أن لا توظيف ولا يرفع الأجور يعني السنة تكون صعبة وإلى هذا السبب واذا اخذنا اخذنا مثلا في مسألة التجارة الخارجية واذا قلنا وأن الآن لابد من تقليص فاتورة الاستيرات معناه أن نحاول حتى لا نذهب لإستدانة وحتى نطر إلى نرجع إلى نمط اقتصادي جدا وجزنا في التسعينات هذا مهم جدا بالإستمرار زيارين زيارين ينتظروا هذا في 2018 ينتظر كيف الحكومة ستنتص هذه المؤزمة ثانيا فيما يخص قلنا مع الأول اشتغل نعلق قاررة الليصانس هذا الحل بناء بأنه في تداخلات في محسوبية في فبالتالي ألغاة الحكومة وارجعنا إلى قائمة الممنوعات يعني في مجال التجارة خارجية ونحن مقبلين على رمضان يعني حسب الخبراء هذه قائمة الممنوعات لن تصمد كثيرا وبالتالي ما هي حول الحكومة لمواجهتها هذا مهم جدا ثانيا الآن لما نسمع وزير المالية اليوم الصباح في فلاشنطر يتكلم ويقول أن التضخم سيزيد خمسة في المياه إلى خمسة وحولة أنه تكلم على النمو ربعة في المياه ما هي المخاوف المخاوف عندما تعمل قائمة الممنوعات ويزيد في اقتصاد الشنطر طراباند الموازي هذا الاقتصاد الموازي الذي قالك حتى الأول مرة نسمع وزير داخل المعارية قالك الكتلة المالية المتداولة داخل السوق الموازية لا نعرف قيماتها في حين أن الوزير السابق كان أعطالها أرقام تقريبا خيالية ولو أنها لم نعرفها هو حد الأن ما يعرفهاش لها السبب شوفين لهذا السبب لكن سيد منصري خرجنا عن الموضوع لا نحن خرجنا عن الموضوع سياسية واجتماعية دخلنا الاقتصاد أثم ذلك لا أثم ذلك لأن الأمور مترابطة بينها تقضي إجراءات مليحة نتمنها في مسألة بغضرنا عن ماذا كان يحدث في وكلة السيارات هذا جمع القضاء يتكفل بالمسألة هذا إذا كانت في خروقات مش أن نتكلم عليها إنما أعتقادي أن الحكومة اتخذت إجراءات وقلت رغم أن اليوم المعطية تقول أن الواردات طلعت عن سيد خدري نعم نفس الموضوع في النقطاتين التي طرحتهم النقطة الأولى هي مسألة توجه الاهتمامات 2018 فيما يتعلق بالنمط الاقتصادي أنا قلت سابقا من هذا الفلاتو أن لأول مرة في التعديل الدستوري الأخير نتكلم صراحة عن رأس مالية بطابع اجتماعي يعني اقتصاد حر ولكن الرأي وبع الاعتبار أن العلاج كل المعوزين فقط والسكن للطبقات المحرومة فقط يعني كان اهتمام بالمحرومين أو الفئات المعوزة لذلك من هذا الناحية أنا أعتقد بأن الرهان أن نصدر نصوص قانونية أنه كان اقتصاد حر ولكن بالموازات نعيد تنظيم الامتيازات والتحويلات الاجتماعية بحيث أنها توجه فقط إلى الفئات المعنية قد ترجمت هذه في تحويلات الاجتماعية في الفين والمنطاعش نقطة الثانية أيضا مسألة تقريب الإدارة من المواطن صحيح ننثمن مسألة توسيع قائمة الولايات المنتدبة كما ثمنا سابقا المندوبيات البلدية يعني الآن في كل القرى والمداشر البعيدة عن مقر البلدية صدر قانون أن أحدث مندوبيات بلدية ولكن في هذا النقطة عندي تحفظ لو سمحت هو في الحقيقة ليس تحفظي أنا بل هو تحفظ سيد رئيس الجمهورية حول مسألة دستورية للولايات المنتدبة لأنه نتذكر في تسعة وتسعين رئيس الجمهورية تحفظ على محافظة الجزائر الكبرى واعتبر أنها تخالف أحكام الدستور لأن الجماعات المحلية هي البلدية والولاية فقط لذلك دستوريا لكن تسعة وتسعين هي غير ألفين وستعين من خلال من حيث الكتفة السكانية من حيث تحسين الإطار المعيشي للمواطن يعني هذه الأمور أنا لا أعطي على هذه النقطة عندي تحفظ نحن نتمنى ونرفعه هو أن الدستور يتكلم على الجماعات المحلية البلدية والولاية فقط في حين القانون ينشئ تقسيمات إقليمية ما يوجود في الدستور والولايات المنتدبة صحيح سيتقرب الإدارة من المواطن تقضي على البيروقراطية ولكن يجب أن نعمل على رفع تحفظ هذا التحفظ الدستوري يعني كانت تحت ضغوط الدولة كانت تحت ضغوط مجتمعية وسياسية هذا الوقت فاضطرت أن ندير مرحلة انتقالية ومسألة الانتقال في القرار السياسي جائز إذا حبنا نسموها إنما في النهاية البلدية المنتدبة لم تبقى كل حياتها منتدبة سيأتي وقت وتطور هذه البلدية سيد لغاري فيما يخص الموعد الاجتماعي ومكرس في الدستور في المدى الـ 67 إلى غاية الـ 71 يعني لما نشوف أن الدولة مجبرة على أن كل الدستور يحكم كل حكومة تتقلد الحكم تتصعد إلى الحكم مهما كان انتماء السياسي والجولوجي أنها مطالبة بأنها تأخذ بين الاعتبار البعد الاجتماعي المدى الـ 67 ومجب البعد الاجتماعي وتضع في أولوياتها قضية الساكن الآن نحن ما دمرنا في أزمة ودم أن الدولة خداد هذا البعد الاجتماعي عندها الطابع الاجتماعي وكرساته في الدستور لهذا السبب نحن قلت لك في 2018 ستكون القضية للبعد الاجتماعي حساسة بالنسبة للحكومة قلت لك مدام أن نقصنا النفاقات ومشينا في مسألة لكن برغم من هذه تقشف لكن هناك الميزانيات المرصودة سواء بالنسبة لمخصصات المخصصات 15 أو التعليم أو ما إلى ذلك فقد عافت هي 15% من الميزانية كلها مخصصة لعرفينها أنا نتكلم على كيف نحرك دوالي بالاقتصاد وعجلة الاقتصاد في مالجال اجتماعي نحن الآن برامج ساكن موجودة ولكن في نفس الوقت لا بد من اقتصاد لقضية الجانب الاجتماعي ليس فقط ساكن توظيف أنك تحط الهياكل القاعدية التي تجعل المواطن يعيش في أرياحية هذه هي الأسئلة وين السياسة تتوظيف هذه العسنة يعني ستتوقف هذه مشكلة مياه وكلام ووزير الوزر الأول لكن سيد منصار في هذه النقطة لأننا دائما في الجزائر ربطنا مسألة التوظيف بالوظيف العمومي اليوم عندما تحرك الآلة الاقتصادية يعني تخلق مناسب مشات الآن الدولة مشات الحكومة الآن في توجه أنها تشارك تجعل القطاع الخاص أنه يشارك على الأقل ليس هناك تسريح للعمال مثل ما كنا نشاهد إشكالية مطروحة إشكالية التوظيف يعني كثير من الجهات حسب منها رجيس كوميرس بوليتيك كما كانت أمور أخرى في الدولة الآن لا يوجد توظيف للتشغيل فيها حقلانية التشغيل هذا ذالك كان وزير العمل الأسبوع الماضي قد صرح بأن في سنة 2017 كانت هناك إنشاء حوالي مليون وظيفة لا تكلم تألمي لفشباب لأنه مهم في التوظيف وفي التشغيل خاصة عندما تحرك الآلة يعني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك فيه مشاريع مبشرة والأهم من التبشير في الجزائر لأننا هنا يتلحص أنا اعتقادي أن الجزائر بدأوا يتفهمون يفهمون معاني الأزمات ويتابعون الحكومة بكثير من النقد وبكثير من الحكمة واعتقادي أن الجزائرين تعلموا أكثر من الماضي كيف يطالبون وهذا يبشر بالخير لأنه يفرض على الحكومة أن تجد المخارج والحلول أنا أعتقد أن القضية الاقتصادية هي قضية مهمة وأساسية ويتعين على المؤسسات الدولة المانية تفتح نقاش حول هذا الموضوع نقاش يعني مؤمقا خليني نقولك أنا نظر نقول تعرفها قبل أن تكون نتكلموا خارج البلاطون في 1998 نحن نريد خوصة المؤسسات العمومية هذه تجربة مرة بغض النظر لحد الآن ما عندناش تقييم لهذه التجربة الآن ونحن في 2018 قاعدين نتكلموا على فتح رأس المال المؤسسات العمومية للقطاع الخاص أنا لا أحترام للقطاع الخاص ونسبة لي كله كلاهما مؤسسة وطنية ولكن على الأقل خلينا نعرف ما هي الآليات ما هي الميكانيزمات ما هي المقاييس التي يمكن على أساسها فتح رأس المال هذه المؤسسة للقطاع الخاص وعدم فتح ما هي تكلمون على المؤسسات الاستراتيجية ما هي هذه المؤسسات الاستراتيجية من يحدد طبيعة هذه المؤسسة الاستراتيجية بغض النظر عن طبيعة نشاطها هل هي سونات راك هي الاستراتيجية هل هي سونات غاز هل هي مؤسسات أخرى خلينا نفتح نقاش هادئة لون تيفي مؤسسة استراتيجية كبيرة خلينا نفتح دعوة لفتح نقاش هادئ في الأطر القانونية الموجودة بين المعنيين بالأمر وبين أيضا الباحثين الجامعيين المختصين في هذا المجال وعند هناك البرلمان أيضا وعند 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 نشرع نعد مشروع قانون يتناقش في إطار البرلمان باعتبار منتخب نقطة مهمة حتى نتقدم في النقاش نقطة مهمة جدا في سنة 2018 بغد النظر عن المسائل السياسية المحققة وكذلك المسائل السياسية الاقتصادية أيضا التي سوف تكون هذه السنة محورية كذلك فيها هناك أيضا مواصلة مكافحة الجريمة اليوم التي أصبحت من الرهانات الحقيقية التي تعيشها البلاد دكتور خدري نعم لأنه الآن مكافحة الجريمة أصبح لها ارتباط كبير بالأمن القومي للبلاد اليوم غزو البلدان وتقسيم البلدان يتم عن طريق تشجيع الجريمة من خارج الحدود ونعرف مثلا من أهم الجرائم التي تشكل الخطر على منظومة الأمن القومي للبلاد هي جرائم المخدرات صحيح أن الدولة بدلت جهود كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة والإحصائيات تشير إلى أن حجم المحجوزات من جرائم المخدرات خلال سنة واحدة فاق حجم المحجوزات من الاستقلال إلى 2011 أو 2012 معنى يوجد عمل كبير على مستوى مكافحة هذه الظاهرة ولكن بالموازات مع ذلك يجب أن نقوم بعمل وقائي وقائي للوقاية من الجريمة في المدارس في الشوارع في المساجد لأن الجريمة اليوم لا تمس شخص معين بذاته ولا تمس جزء من المجتمع إنما الجريمة اليوم أصبحت تهدد منظومة الأمن القومي وأقول هذا لأنني ربما على دراية ببعض الفتن التي حدثت في محيطين الإقليمي في ليبيا أو في سوريا أو حتى ربما لاحقا في إيران عملية إثارة النزاعات وإثارة الحروب داخل هذه البلدان تمت عن طريق تشجيع الجرائم وتمويل الجرائم من خارج البلاد لذلك بالموازات مع سياسة الدولة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن القومي يجب أن نقوم بعمل وقائي أيضا على مستوى الجزائر الطورة في هذا المجال لا تشتغل الوحدة في هذا المجال في إطار مؤسساتي أو حتى الجريمة العبرة للقارات الآن حتى هذا المشكل لم يصبح جزائري محد فالعديد من الدول تشترك فيه سواء على المستوى الأم المتحدة أو الانتحاد الإفريقي أو على التنظيمات والمنظمات الجهوية أو حتى على أنا اللي يهمني كثير هو قضية الإرهاب يعني المخاطر هذه الجريمة يعني المخدرات هذا عندنا نواجهها منذ عدة سنوات ولكن صحيح أن هناك ارتيبات لكن بشكل مكثف في السنوات الأخيرة كما وزير الخارجية سيتكلم عن هناك ارتيبات وطيط بين الجريمة العبرة للقارات والمحكفة والإرهاب والمخدرات صارت الآن اختلطت نفسهم هم الذين يتجرون في المخدرات هم نفسهم من موين الجماعات الإرهابية لهذا السبب أعتقد أن الأهم في إطار ما يحدث في المنطقة حاليا 2018 ومعام ما تسعى إليه بعدون مثل فرنسا في إطار مجموعة خمسة الساعة أن هذه المناطق لا تصبح منطقة بؤر توطر لأن هناك اتفاقيات بيننا وبين مثلا اتفاق سلام في المال لو أن الجماعات المسلحة التي دخلت في هذا المسعى أنها تتعرض إلى مواجهات وتصنف كمجموعات إرهابية فبالتالي هذه المنطقة ستشعب تعين مرة أخرى هذا أخضر منها لأن في نهاية المطاف دكتور طيبي لا تنمية بدون استقرار والجزاء ارتراهن على ملف الاستقرار والأمن نعم ترحتي سؤال جوهاري في استراتيجية التنمية الوطنية لأساسها بغضا عن الإنتاج والتشغيل والتواصل لا تنمية بدون استقرار وأمن إنما الأمن في البلد عندنا إنجازات كبيرة جدا على مستوى التكوين على مستوى التأطير على مستوى الهيئات وخاصة الشرطة الجزائرية ارتقت وصارت حتى تقريبا هي مدرسة بالنسبة للشرطة الإفريقية وبالتالي في عمل في العمق تم وحتى أنسنت الشرطة مع المجتمع يعني عندما تتقرر بالشرطة والمجتمع يقتقوى شروط الأمن وبالتالي أنا في تصوري البلد من هذا الجانب بغضا عن الظواهر التي تحدث ويجعل الإعلام منها أحيانا أنها مسألة كبرى أن البلد الآن يمتلك الشروط الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي الممكن لأن في بعض الدول الجريمة هددت مؤسسات بكاملها وابتالي محاربة الجريمة هي محاربة الفساد وهي محاربة الاختراقات للقوى الأمنية الخارجية وابتالي أن البلد من هذا الجانب نفتصوري في تطور مضطرد ولا يشكل إطلاقا خطرا إنما يبدو لي أن تعميق هذه التجربة وجعلها تتناغم مع ما يقتضيها الاقتصاد والصراع في المجتمع بسبب الكسب واعتقادي أن البلد الآن عندها أدوات الدولة الجزائرية الآن وصلت إلى مستوى أنها أدوات حماية ذاتها من المخاطر سواء كانت الجريمة المحلية أو حتى الإرهاب من بين أيضا المحطات التي تحملها سنة 2018 هي مسألة إلكترونية الحكومة أو الحكومة الإلكترونية يعني الدخول يعني بشكل تدريجي ولو بشكل تدريجي يعني من خلال المعاملات المالية أيضا دخولها يعني هذه سنة 2018 بالإضافة إلى الوثاة الإدارية وما إلى ذلك فالنقاش واحدة من الحلول لمحاربة الفساد هي كما قال يوم موزير المالية هي رقمنة الاقتصاد الإي بايمنت والأم بايمنت مثلا عن طريق الموبايلات أو هذه تمتص لك السيولة داخل السوق تمتص لك العملة يعني الموازية تمتصها لما تصرح هذه حقيقية أنا أعتقد لو أن الرهان الحقيقي للدولة للقضاء على الفساد والقضاء على يعني الكثير من والقضاء على السور الاقتصاد الموازي هو رقمنة الاقتصاد خاصة في مجانب المعاملات نحن كنا تكلمنا في بعين مناسبة حتى في مسألة نقطة فقط حتى في مسألة توزيع يعني الأشياء الاجتماعية على مستحقها يعني 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 رقمنا وما إلى ذلك نعملنا لعنا هذا على أساس أننا مثلا على الوثيق ولكن هناك هناك اقتصاد إذا حبنا نطور الاقتصاد الخدماتي الاقتصاد الخامس مثل إذا حضر على الانترنت سيقوى كثير صحيح أننا كما خاطر تكلمت في عدد من الخبراء فيما يخص الاختراقات والاختلاسات ولكن هو أصبح ضروري التعامل بالكارت هذه الإلكترونية صار خلاص يعني لازم نوصل لولون تجاوز التعامل بالنقطة ويعرف باقتصاد الشكارة لازم ننتهم أنه يعني إذا أردنا أننا نسهل أو نعطي الفرصة لإيجاد يعني جديد موازم مع ما هو يعرف بالتقليد أننا نتجي إلى رقمنة الاقتصاد نعم سيد خدري في هذه النقطة رقمنة الوثائق وكذلك رقمنة التعاملات يعني سنة 2018 سوف تكون سنة بامتياز لهذه الأمور خاصة أن هناك تشريعات يعني عدالة تخدموا بشكل مليح رقمنة الإدارة أو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية على الأقل عندها ثلاث مزايا ولازم نعطلها الأهمية التي تحتاجها خلال السنة المقبلة الأول فائدة لتحققها المواطن أولا مكافحة الجريمة سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى الاجتماعي الرقمنة هي من الأساليب الحاديثة والفعالة في مكافحة الجريمة ثانيا جودة الخدمة العمومية وهذا التحدي تكلم عليه مخطط حكومة الحالية والمخطط الحكومة السابق يعني الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالخدمة العمومية والرقمنة سواء في المجال الإداري أو المالي أو الاقتصادي لا شك أنها ستؤدي حتما إلى جودة الخدمة العمومية ثالثا كما تفضلت الشفافية لأن مسألة الرقمنة أو الإدارة الإلكترونية ستضفي على أعمال الحكومة وأعمال إدارة مزيد من الشفافية وهذا سيؤثر حتى على القضاء على بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن في التعامل مع الإدارة لأن لما تكون عمل رقمي عمل إداري رقمي معناها ستكون الشفافية ويكون ريضا المواطن بهذا الخدمة العمومية وبالتالي نقضي على الكثير من المشاكل الاجتماعية كالبيروقراطية مثلا نعم سيد نوراري هذه السنة أيضا ليست للرقمنة فقط كقانوني أيضا هناك الانتخابات للتجديد الجزئي أو النصفي لمجلس الأمة في آخر السنة كقانوني أمغرادنا أنا أعتبر شي عادي جدا وهي تدخل في إطار دائما احترام الدولة الجزائرية للمواعيد المواعيد التي تحكم مختلف المؤسسات المنتخبة وتجديد نصف رئاسي ثلث الرئاسي تجديد المنتخبين ليس المنتخبين نصف ثلث الرئاسي لأنه التجديد لا يشمل فقط المنتخبين بل أيضا يشمل الثلث المعين من طرف رئيس الجمهورية في اعتقادي أن هذه الأمور عادية وما تطلب إمكانية كبيرة إذا قارنها بالشريعيات أو بالمحليات إلى غير ذلك ليست هاجس ليست هاجس ومبدائيين تقريبا من خلال الشكلة الحالية للمجالس الشعبية البلدية والولائية ومن خلال التحالفات التي ظهرت في شكل خاصة الهيئات التنفيذية لهذه المجالس يعني تقريبا أن الخريطة معروفة ونتيج تكاد تكون معروفة بالنسبة لهذه الانتخابات ولكن مهما يكون يجب أن نسجل بين احترام هذا الموعد الدستوري والقانوني هو شيء إيجابي جدا هذه الملعدة الثانية فقط فيما يتعلق بالرقمان تنقل ملاحظة ربما سيفريكو الطموح سيفريكو الرقمان عندها مجموعة من المزايا والإيجابيات وكذا سواء بالنسبة لمحاربة الفسادة ولا غير ذلك ولكن سؤال مطرح سؤال مطرح يعني هل نحن الآن محضرين وفي مستوى الدخول في هذه المرحلة أنا أقول لأن هناك فرق بين الطموح وبين الواقع الواقع لما نتكلم عن الرقمان لما نتكلم خاصة بنسبة الاقتصاد أو بنسبة الوثيق الإدارية والقضائية نظر نمشينا وخطوات جد متقدمة وإيجابية جدا خاصة في الميدان القضاء بنسبة الوزارة الداخلية وبنسبة الوزارة الداخلية لكن الاقتصاد وشيء آخر شيء جديد سوف ندخله في هذه السنة كلمة أخيرة لا يجب أن نكون لدينا طموح كبير في 2008 إن شاء الله بركدي جيدة وحطينا كما يقول الأسس ونطلقنا في العمليات بالنسبة لي هذا شيء إيجابي جدا كلمة أخيرة للدكتور الطائفية نتصور انطلاقا مقال الزملاء كلهم في اجتهاداتهم أعتقادي أن المهم بالنسبة للسلطات العموية والسياسات العامة وأن تطور أداة وطرق تسير الشأن العام سواء في حالة الراحة والاستراحة أو في حالة الأزامات هذا ضروري جدا النقطة الثانية التي في تصوري أنها لازم تطور بشكل ملح هو الاتصال الاجتماعي في القضايا الجوهرية ويجب أن نطور أداء أولا المجالس التمثيلية على المستوى الفضاء العام لازم أن نطور هم نخلي لا تقول شي تحب والقانون يفصل بين الناس هذه ضرورة وثاني أن نبدع في الاتصال بمعنى أن الجزائري الآن إما أنك تصنع رأي عام جزائري وطني متشبع بقيامه وهو متشبع فقط يحتاج بأن ينوره فيها وإما أن يبقى الرأي العام ينسج لك من الخارج وهذا أخطر ما يمكن النقطة الثالثة في الأساس وهي قد نختلف وقد نتدافع وقد تكون عندنا وجهة نظر حول بناء الجزائر لكن الجزائر والدولة الجزائرية وقضية الدولة هذه ليست مسألة سلطة سياسية هي مسألة قوة ومعنى بقاءنا كأمة وبالتالي لنجب نشرح الأسئلة المغلوطة التي انطرحت في التسعينات يجب أن نطرح الأسئلة لتأدي بناء التحول حتى وإن اختلفنا تدفع بنا إلى أن نتنافس حول أن نجعل من هذا النموذج الذي يجمعنا نجعل منه نموذج يقوينا نفاوذ نعم الفكرة وصلت الدكتور بروفيسور محمد طيبي وهو باحث في علم الإشماع وكذلك أستاذ جامعي شكرا على الحضور وكذلك شكرا على إطراء النقاش نشكر أيضا الدكتور خضري حمزة الذي أتنا من مسيلة على التعب المسار الذي قطعه وهو أستاذ القانون الدستوري بجامعة مسيلة شكرا على الحضور وكذلك شكرا على إطراء النقاش نشكر أيضا الدكتور رشيد لوراري وهو الأستاذ الجامعي الذي عون المتميزة شكرا على الحضور وشكرا على إطراء النقاش ونشكر أيضا الزميل كمال بنصاري وهو مدير جريدة لجون الذي أيضا شكرا على الحضور وكذلك شكرا على إطراء النقاش ولو أنه كان فيه الجانب الاقتصادي الطاقة على تحليلات الزميل كمال. شكر أيضا موصول للفرقة التقنية التي خدمتنا إلى مخرج الحصة محمد أمين محروق. وإلى المشرف محمد لمين بوفنايا. ولكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة في أمان الله. وكل عام وأنتم بخير. اشتركوا في القناة